تزوج شاب فلبيني بإحدى الفتيات وبعد عدة أشهر أنجبت له طفلا آية في الجمال فتعلق قلب الأب به وأحبه حبا كبيرا ولكن بعد شهر مارض الطفل وظل الأب لمدة عام يحاول علاجه إلا أن الطفل لم يشفى وبينما كان الأب يحمله بين ذراعيه قال له الطفل ثلاث مرات الله ثم مات حفظ الأب هذه الكلمة جيدا رغم أنها لم تكن في لغتهم وظل سنوات ينتقل من كنيسة إلى كنيسة يسأل عن هذه الكلمة وكان جواب من يسألهم أنه ما زال متأثرا بموت ابنه وأنهم لم يسمعوا هذه الكلمة وبعد عدة سنوات جاء لهذا الشاب عقد عمل في السعودية وعندما وضع قدمه على أرض المطار سمع الكلمة التي يبحث عنها منذ سنوات لقد سمع المؤذن ينادي ويكرر الله أكبر سأل الشاب صديقه الفلبيني الذي أرسل له عقد العمل عن هذه الكلمة فقال له لا أعرف شيئا سوى أنه عندما تسمع هذه الكلمة تغلق المحلات ولا تستطيع أن تشتري شيئا ذهب الشاب في المساء إلى البيت الذي سيسكن فيه وفجأة أيقظه المنادي عند الفجر بالكلمة التي طالما بحث عنها الله أكبر فخرج بعدها بقليل ومشى خلف من يمشون إلى أن وجد مسجده ولم يستطع أن يكلم أحدا لأنهم لا يعرفون لغته وانتظر إلى أن وجد رجلا من بلده خارجا من المسجد فسأله عن هذا النداء وعن المكان الذي خرج منه المسجد فشرح له أشياء كثيرة عن الدين الإسلامي ومن ذلك أن هناك بعث بعد الموت يلتقي فيه الناس بربهم وبأهلهم وعندها مباشرة قرر الشاب إعلان إسلامه فأخذه الرجل الفلبيني إلى إمام المسجد وبعدها إلى مكتب توعية الجاليات وقالوا له أنه يتعين عليه معرفة بعض الأشياء عن الإسلام إلا أنه قال لهم لا يهم أريد فقط أن أسلم وأدخل الدين الذي فيه خيرات عظيمة وأعلن إسلامه وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم قال مسرورا الحمد لله على نعمة الإسلام كم أنا سعيد لأنني سأجتمع يوم القيامة بابن الجميل الذي أنقذني من الظلام قبل أن يفارق الدنيا يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون